تستفيق الشمس وتمد أشعتها على هذه البقعة التي أوجدتها ظروف العدوان على غزة هنا في حي تل السلطان المتاخ من الحدود الفلسطينية المصرية غرب مدينة رفح ينشد النازحون الأمان ككل مخيمات النزوح يفتقر المكان إلى أبسط مقاومات الحياة غير أن الغزيين كعددهم يطوعون الظروف ويصنعون من صعوباتهم خبز يومهم ليس الاحتلال وحده من يحاصر النازحين هنا بل يكاد برد الشتاء ينحط على تقاسيم وجوههم بأسة لو لا رباطة جأشهم يضاف طل السلطان إلى قائمة مخيمات النزوح التي تدزايد يوما بعد آخر بسبب الحرب اللا إنسانية والقصف المكثف والمستمر على قطاع غزة وإجبار جيش الاحتلال الغزيين على النزوح جنوبا ليجدوا أنفسهم في مرمى النيران في كل مرة أكثر من عشرين ألفاً استشهدوا منذ بدء الاحتلال حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر غير أن شهيته ترغب في المزيد حتى صارت الدور والمستشفيات المكتظة في رفح هدفاً لغاراته الجنونية يواصل الاحتلال قصف منازل المدنيين ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية في مدينة رفح التي تعاني اكتظاظ الأماكن وانعدام الغذاء في أغلب الأحيان وفق شهادات السكان أمر يظهر حجم الأزمة الغذائية التي يعيشها سكان القطاع ويشير تقرير حديث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن تسعاً من كل عشر عائلات في شمال غزة وعائلتين من كل ثلاث في الجنوب تقضي يوماً كاملاً أو ليلة كاملة على الأقل دون طعام تاريخياً تضم مدينة رفح مئات آلاف نازحين حتى امتلأت البيوت والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة وأمست المدينة مخيمات متلاصقة تعود لسنين النكبة والتهجير التي شهدتها فلسطين منذ بداية الاحتلال تغرب الشمس على مخيم ثل السلطان في رفح ويمن النازحون في مخيماتها بل في غزة كلها أنفسهم بنهاية العدوان الذي طال أمده واستطال ليله واستبد طغيانه عزيزة محمد نور تيريتي عربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر